السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله وسلم وبرك على رسول الله أما بعد فاحياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم عبر خدمة الواتس أب الخاصة بهذا البرنامج أسأل الله تعالى التوفيق والتسديد والنجاح إنه خير مسؤول الأسئلة كثيرة أبدأ بسؤال الأخت أم كريم من كندا أم كريم طبعا ذكرت قصة تقول بأن زوجه كان يدخن كثيرا وتنصحه وتدعو له تقول وكان لا يستجيب تقول مرة من المرات دعوت عليه والعياذ بالله إن الله يبتليه ببلاء يكون سببا في امتناعه عن التدخين تقول قدر الله ابتليه بالسرطان تقول أنا غير مرتاح منذ ذلك الوقت وأشعر بالذن والذي زاد من الأمر أنه توفي رحمة الله عليه تقول يعني ماذا علي الآن أم كريم بارك الله فيك طبعا الأصل أنك تدعين له ولا تدعين عليه بارك الله فيك لأن الله عز وجل قال عن المؤمنين عموما والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن من دعا لأخيه المؤمن وكل الله على رأسه ملكا يقول ولك مثل ذلك أما الدعاء على الآخرين خاصة أقرب الناس الزوج والأولاد أو الزوج الزوج يدعو هذا غلط ولذلك اخت الفاضلة ما مضى مضى وهذا قدر الله عز وجل نافذ وماضي في الخلق والعباد لا تكون أسيرة الحزن ولا تكون حبيسة الهم لأنه ما ينفعك ولا ينفعه الواجب عليك الآن أخت الفاضلة أن تنسي الماضي وأن تستشرف المستقبل وذلك بكثرة الدعاء له والصدق عليه هذا الذي ينفعه وينفعك أيضا عند الله سبحانه وتعالى حنان من الإمارات تسأل تقول إذا حصل طلاق بين الرجل و امرأته و المرأة تتمنى أن يكون هذا الطليق طليقها زوجها في الجنة تقول هل يمكن يا حنان بارك الله فيك أولا بالنسبة للإنسان إذا فارق امرأته في الدنيا فإنها لا تكون زوجته في الآخرة كما نص على ذلك أهل العلم لذهاب عقد الزوجية أما إذا كان مجتمعين ومات وهي على ذمته أو مات هو وهي زوجته ما طلقها فإذا كان من أهل الجنة جمعهم الله عز وجل و أخت الفاضلة واضح بأنك متعلقة بزوجك السابق و واضح بأنه رجل صالح أنا شعرت من سؤالك حرصي على رجوع إليه بدل هذه الأمان و بدل هذه الحسابات ارجعي لزوجك الآن و المشاكل ما في مشكلة إلا و لها حل ما في مشكلة إلا و لها الحل فحرصي بارك الله فيك على أن تكوني تحت هذا الزوج الصالح الطيب و إن شاء الله تجتمعين أنت و إياه في الجنة أبو نواف من السعودية يقول بأن الوالد شاك بأنه مقترض من زمان من أشخاص و ناسي أسماءهم في شخص يقول ما يدري وين مكانه بالضبط هل يجوز أن يتصدق عنه بمبلغ مالي كل شهر بنية السداد أبو نواف بارك الله فيك نعم يجوز له يجوز للوالد أن يخرج في مقابل هذا الدين اللي هو شاك فيه يتصدق نية عن صاحبه لكن لازم تخبر الوالد بأن هذا الرجل إذا عرفه بعدين و إلا خرج يوم الأيام قال يا أبو نواف أو يا أبو فلان عطيني ديني لازم يرجع له لكن قبل ذلك يقول لا أنا و الله فقدتك و طلعت هذا صدقة فإذا قال خلاص مدام طلعت صدقة أبدا ما عليك شيء و إذا قال لا أبغى حقي يعطيه حقه و تنقل بالصدقة و أجر الصدقة له فلكن قبل ذلك أبو نواف لازم الوالد يبذل جهد كبير في الوصول إلى هؤلاء بالسؤال عنهم بمحاولة وضع إعلان مثلا معين حتى يصل إليه من هذه حقوق مالية الذنب مشغولة بها إذا وصل إلى طريق مسدود خلاص و يأس الوالد بأن يصل إليه ممكن يتصدق عنهم بهذه الطريقة بارك الله فيك أبو محمد من البحرين يقول بأنه يعمل سائق تكسي و ينقل ناس من مكان إلى آخر يقول بعض الناس يريدون مكان يعني لفعل المحرمات كالشرب و غير ذلك هل يجوز أبو محمد بارك الله فيك و بارك الله في عملك و وظيفتك أخي الفاضل بارك الله فيك لا يجوز للإنسان أن يعين الآخرين على معصية الله و ذلك لقول الله عز وجل وتعاونوا على البر و التقوى و لا تعاونوا على الإثم و العدوان و اتقوا الله و لذلك الوسائل لها أحكام المقاصد فإذا قالوا لك ودنا إلى المكان الفلاني وتعلم بأنه مكان محرم أو ودنا إلى المكان الفلاني و أنت شاك و الشك عندك قوي على أن هذا أمر محرم تعتذر منهم بارك الله فيك و حاول جاهدا أن يعني تكتسب المال الحلال المحض الذي لا شبهة فيه أما إذا قالك وديني والله لفندق الفلاني توديه حتى لو كان في الفندق يعني شيء محرم لماذا؟ لأن الأصل أن الفندق للسكن الفندق للاجتماعات الفندق للدورات مثلا و الذي فيه إذا وجد فهو طارق و ليس أصل فما في بأس أنك توديه إلى الفندق لكن أماكن تعرف بأنه محرمة لا ما يجوز حور من الإمارات تقول يا شيخ أنا لعبت لعبة بيب جي حق الأصنام هل أنا كفرت لأنني أنا كنت أعتبرها لعبة و شيء من هذا القبيل و يعني قالت بأني ما أدري هل أنا كفرت أم لا يا حنان بارك الله فيك عفوا يا حور يا حور بارك الله فيك و رضي الله عنك لا ما كفرت والحمد لله ما كفرت لأنك أنت لم تقصدي هذا و هي تقولين بأنها لعبة و أنت ما تعرفين معنى حتى يعني سمعت الجواب و شيء من هذا القبيل لكن امتنعي خلاص هذه اللعبة تركيها و لا تلعبينها ما دام أنها مجتملة على شيء يقدح في العقيدة و شيء يضر في الإيمان و شيء فيه و العياذ بالله طقوس من الطقوس الوثنية فهذا لا يجوز بارك الله فيك و الحمد لله لي بصرك و لكن أنت ما كفرت ولله الحمد هذا نعمة من نعم الله لأنك ما تقصدين هذا الشيء لكن اتركي هذه الألعاب تجهي إلى القرآن تجهي إلى سيرة النبي عليه الصلاة والسلام العب الألعاب الطبيعية العادية بعيد عن هذه أهم شيء اللعبة هذه تضيف للإنسان شيء تضيف لعلم معرفة ثقافة فيه أشياء يعني تناسب النساء الآن دورات في الخياطة دورات في الطبخ دورات في التطريز هذه اهتم فيها يا بنتي الله يرضى عليك و يبارك فيك الآن أغلب البنات و للأسف و سامحوني أقول هذا الكلام يعني تصل البنت إلى عشرين و هي ما تعرف تطبخ و خمسة و عشرين و ما تعرف تطبخ ما تعرف تطرز و لا تخيط ما تعرف يعني تدير بيت للأسف الشديد اسألوا أمهاتكم عمرها أربعة عشر و ثلاث عشر تدير بيت كامل عمرها ثلاث عشر تطبخ و تكنس و تتطرز و تخيط و تفصل الثياب و تسوي كل شيء كل شيء تسويه البنت ما تصل عمرها الآن خمسة و عشرين و ثلاثين ما تعرف تطبخ للأسف الشديد و هذا قد يتحمل أيضا تتحمل الأم مسؤولية كبيرة فالالتهاء بهذه الألعاب يضيع العمر الإنسان يعني ما بين عمل للدين و عمل للدنيا إذا خلص من العبادة تجه لعمل الدنيا الوظائف الحمد لله و أهم شيء الإنسان يكسب شيء الآن بربك يا حور و اشتفيدك هذه الألعاب إلا تضيع الوقت تضيع و تقطيع الوقت لكن لو تعلمت الآن دورة في الخياطة موجود الآن في بيتك في غرفتك عندك موجود الآن دورات و لله الحمد تعلم البنات في البيت كيف تطرز كيف تخيض كيف تطبخ أنواع الطبخات هذه بكرة حتى زوجك يقول جزاها الله خير أمها اللي علمتها تدبير المنزل أشياء كثيرة الإسعافات الأولية تعلمي الإسعافات الأولية تعلمي دورة في الإدارة في دورات في الاقتصاد موجودة كلها موجودة الله يرضى عليك فلا تتجهون إلى تقطيع الوقت هذا نزيف في العمر هذا هدر في الوقت هذا سيسألكم الله عز وجل عنه فبعض الناس يقول مثلا الآن نحن والله في زمن كورونا و ما نقدر لا بالعكس الآن الموجود في التقانات هذه والله إنه أفضل من قبل زمن كورونا اكتشفنا أشياء ما كنا نعرفها ما كنا نكلنا اكتشفنا أشياء من خلال هالأجهزة هذه أضافت إلينا إضافات كثيرة و وسعت دائرة المعرفة عندنا والثقافة وأشياء كثيرة فبارك الله فيك اهتمي هذا و اترك اللعب اللعب ما في بأس لكن بحدود الله يرضى عليك و يبارك فيك أم إبراهيم من البحرين تقول أنا في شهر رمضان كنا نسوي حنة و قطعت كيس الحنة بفمي و جلست قليل و بلعت الكيس هو صغير جدا لكن بالغلط هل صيامي صحيح؟ أم إبراهيم نعم ما دام أنه بالغلط و كيس هو من الأكياس النائل و هذه غير مغذية و بالغلط و لا تعمدت هذا و لا قصدته صومك صحيح و لله الحمد و المنة أمت الله من اليمن تقول انقطع الماء و مسكت الوضوء من صلاة الظهر للعصر مع نزول إفرازات و قلت إذا جاء الماء إذا قالوا لي أعيد الصلاة بعيدها و لا عدتها هل علي أن أعيدها مرة ثانية يا أختي آمت الله بارك الله فيك إذا كنت تقصدين بأنك الآن أنت كنت متوضع و مسكت الوضوء و ما يعني انتقض ثم صليت الظهر و العصر ثم نزلت عليك إفرازات الإفرازات هذه إذا كانت مجرد رطوبة عادية ما عليك شيء و لله الحمد و وضوءك صحيح أما إذا كانت لا من المثانة مثلا فإن هذه الإفرازات نجسة تنقض الوضوء فتذهبين تتوضئين إذا ما وجدت الماء تتيممين و تصليين و لله الحمد و المن فماذا فعلت أنت إذا قلت لي والله أنا صليت الظهر و العصر جمعا من دون قصر علشان ما في ماء و ماسك و وضوء ما عليك شيء و الله الحمد هذه حاجة أما إذا قلت لا أنا قبل ما أصلي كان ينزل علي إفرازات لا صلاتك غير صحيحة لأنك أنتقض الوضوء طيب ما عندك ماء تروحين تتيممين بارك الله فيك أبو محمد من الإمارات يقول هل يجوز التجسس على الزوجة لا يا أبو محمد الله يرضى عليك ما يجوز التجسس لا على الزوجة ولا على غير الزوج لا يجوز للزوجة أن تتجسس على زوجها ولا يجوز للزوج أن يتجسس على زوجته و اتقوا الله يا أخواني يا أخواتي للأسف بعض الأزواج يسكنها يعني غير غريبة جدا محرمة وهي قضية يعني دائما الشك في الزوجة والتجسس عليها و مراقبتها هذه ما بحياة زوجية هذه ليست حياة زوجية كذلك الزوجة دائما يسكنها غيرة شديدة و تراقب زوجة و تتجسس على المحمول و على الهاتف و تسأل عنه هذه ما بحياة زوجية نسأل الله العالم هذه معركة هذه حلبة مصارعة لذلك الحياة الزوجية مبنية على الثقة مبنية على المحبة و الرحمة و المودة لابد كل واحد من الزوجين يثق بالآخر يثق بالآخر و إذا لاحظ الزوج على زوجة شيء ينبهها يقول يومه فلان ترى هذا الشيء ما يعجبني هذا الشيء مخالف للشرع و إذا هي لاحظت على زوجة تقول يومه فلان أنت أبونا أنت الغالي أنت قدوتنا هذا الشيء ما يليق فيك مثلا بها الطريقة و مو الله التجسس للأسف الشديد يعني و وصل خاصة من خلال استعمال بعض الأجهزة و التقانات هذه ما بحياة زوجية ما لا داعي أن يعيشون بمثل هذه الطريقة المبنية على الشك و على الريبة و على عدم الثقة هذه ليست حياة زوجية الانفصال أفضل الانفصال أفضل يعني الحياة الزوجية ببني عن الرحمة المودة المحبة الثقة الطمأنينة هن لباس لكم و أنتم لباس لهم من أنفسكم أزواج اللي تسكنوا إليها هذا مبسكا هذا معركة فلذلك يا أخي الفاضل اتقوا الله في هذا ما يجوز حرام ازرع الثقة في زوجتك تجاهك و هي تزرع الثقة فيك تجاهك و يكون عندكم شفافية و وضوح بعض النساء للأسف سامحوني هيتلجئ الزوج لمثل هذا الأمر لما يصير عندها بعض التصرفات الغريبة اللي فعلا تزرع الشك في الزوج لا كوني شفافة الاتصالات تقولي والله هذه والدتي اتصرت بأختي مثلا فلانا الذهاب لا تكذبين على زوجك إذا تقولي رايحة لأمي لا تروحي لصديقتك لأن هذا سيزرع الشك كذلك الزوج نفس الشيء كون واضح و شفاف هذه حياة زوجية هذه علاقة دائمة و مستمرة مبنية على الثقة مبنية على المودة على الرحمة هذه شراكة عظيمة مقدسة فاتقوا الله في زوجاتكم اتقوا الله في أزواجكم ابنوها على الثقة بارك الله في الجميع أم خالد من ألمانيا تقول يعني سلفي ما يجيه أولاد وتبنى بنت من الدار و بعدين جوزوها و مات الأب و الأم و بقيت البنت لوحدها ما حدا يعني موجود كل الأقارب ما يحكون معها تقول لي أنا أدير بالي عليها هل أؤجر على ذلك نعم يا أم خالد لك الأجر العظيم و الثواب الكبير و بعدين يعني هذه مدام أنها كبيرة و تزوجت الحمد لله هي ليست الآن يتيمة هي ليست يتيمة مادام أنهم تبنوها و رعوها ثم ماتوا عنها بعد ما زوجوها هذه نعمة من نعم الله فأنت مهمتك يا أخت الفاضلة بارك الله فيك أنك تراعينها تتوجهينها تنصحينها تشوفين ما هو الناقص عندها من الأشياء تحرصين بارك الله فيك أن تتصدق عليها إذا كانت محتاجة سنة من الأردن تقول أنا عمري 24 سنة أحس أمي دائما ما تحبني تميز كثير بين و بين يعني أخواتي أعاملها بلطف لكن أحيانا ما أقدر و أعصب و أزعل أريد أعرف يعني ماذا علي لأن أحيانا الأمور فوق طاقتي سنة بارك الله فيك و رضي الله عنك أنت تقولين أشعر قد لا يكون هذا الشعور صحيح تقولين أشعر بأن والدتي ما تحبني الشعور هذا قد يكون خاطئ ليش ما افترضت هذا ممكن الوالدة يعني حبك في قلبها ساكن و عند يعني في مودة لك و محبة الله و أعلم فيها لكن قد يكون أحيانا ظروف تمنعها من أن تفصح عن ذلك أختي سناء الله يرضى عليك يوجد من الناس مر بحياة صعبة في أول حياته و لذلك فيه صعوبة في يعني سلوكياته و كذا ليش لأنه مر بصدمات مر بأزمات فيه تراكمات في حياته تخليه أحيانا خاصة بعض الوالدين تخليه أحيانا ما يستطيع عبر عن حبه لأولاده ما يستطيع هكذا يعني تعود على هذا الشيء قد تكون قسوة عاناها مع والديه قد تكون قسوة بسبب المجتمع قد يكون فقر مر به أو رثه مثل هذه الصعوبة و الخشونة فليش تفترضين بأن والله ما تحبك قد تحبك لكن عندك عندها مشكلة في قضية التعبير ما تستطيع تعبر عن حبها لك افترضي هذا لأنك إذا افترضت هذا عشت عيشة طيبة و حياة هنية و رضية و خاطبت الوالدة خطاب يعني بأدب و ببر و إحسان أنت الآن تقول الله أغضب عليها لا تغضبين و لا يجوز لك أن ترفع صوتك على والدتك و يجب عليك أن تتعامل معها تعامل الولد و الابن و البنت الباردين بآبائهم فاتق الله و اعلمي بأن الأمور دين كما تدين تدان و لذلك استغفر الله و توبي إليه و حاول قدر مستطاع أنك يعني تتعايشين مع وضع الوالدة و ممكن تصار حينها تقول يا والدتي أنت ما تحبيني مثلا قلينها الكلام هذا فستجدين مفاجأة ستجدين الوالدة معقول أنا ما أحبك صدقيني و جربي هذا ستتفاجأ من سؤالك ليش لأن هي أصلا تمر بظروف أنت ما تدرين عنها أحيانا الوالد أو الوالدة يخفون آلامهم يخفون أوجاعهم ما يحبون أن يظهرون للناس فيا بنتي الله يرضى عليك لا يجوز لك أن تعامل الوالدة و ترفع صوتك عليها استغفر الله و توبي إليه و عدي لي غيري معاملتك و حاولي أن تسأليها و يا والدتي أنا مقصرة معاك بشيء أنا حاس بأنك أنت ما أخذ مني موقف و كلميها بهذه الطريقة بارك الله فيك أبو عمر من الشارق يقول شخص استدان من شخص آخر من خارج الدولة مبلغ مالي قبل تسع سنوات تقريبا أربعة آلاف درهم و بعملتهم خمسين ألف إذا أراد سداد المبلغ حاليا يساوي أربعمائة درهم بعملتهم مع العلم أنه لا يوجد أي شرط لكيفية السداد أو زمن السداد فكم المبلغ أبو عمر بارك الله فيك بالنسبة للقروض سدادها يكون بالمثل لا بالقيمة بالمثل لا بالقيمة ما معنى هذا الكلام أنت الآن استدان منك شخص أربع آلاف درهم ترجع أربع آلاف درهم زادت القيمة أو نقصت ما دام أنه بالدرهم ما دام أنه بالدرهم في عملة أخرى استدنت من شخص خمسين ألف ترجع خمسين ألف سواء الخمسين ألف زادت بحيث قوية العملة أصبع الخمسين ألف هذه قيمتها مائة ألف أو نزلت أصبحت عشرة آلاف بالمثل السداد يكون بالمثل وهذا قول جماهير أهل العلم فأنت الآن تقول أربعة آلاف حسب ما ذكرت ترجع أربعة آلاف أن تقول بقيمة بلدهم الآن ما تسوى مثلا كذا قيمة بلدهم لا ترجع مدام أخذ منك أربعة آلاف أخذت منه أربعة آلاف ترجع أربعة آلاف مدام أن تقول استدان منه أربعة آلاف يرجع أربعة آلاف إذا لا هو أصلا قال أريد أربعة آلاف فصرفتها له بعملتهم هم أخذ منك العملة تبع بلده لا يرجع نفس العملة تبع بلده زائد أم ناقص هذا اللي يذكر جماهير أهل العلم أم هيام من سلطنة عمان تقول لأمي عامل عملية كبيرة جدا ولا تستطيع أن تتحرك تجلس قليل تجمع الصلوات الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء وكانت تصلي السنن وقيام الليل والضحى والآن لا تستطيع أن تصليه ماذا عليها أم هيام بارك الله فيك وحفظ الله الوالد وكتب الله أجرها بالنسبة للصلوات الضحى والسنن اللي كانت معتادة عليها الآن ما تستطيع إن شاء الله أجرها مكتوب وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيمة أما جمعها للصلوات فإذا كانت فعلا عاجزة عجز كامل فأنا أرشدك إلى أن تجمع الجمع الصوري وليس الجمع الحقيقي ما هو الجمع الصوري أن تؤخر الظهر إلى آخر العصر عفوا أن تؤخر الظهر إلى آخر وقتا قبل العصر يعني مثلا قبل أذان العصر بعشر دقائق تصلي الظهر ثم بعد ذلك يدخل عليها وقت العصر إذا أذن المؤذن بعد الأذان تصلي العصر تكون ولله الحمد جمعة جمع صوري يعني صلت الظهر في آخر وقتها وصلت العصر في أول وقتها وتفعل هذا أيضا مع المغرب والعشاء وتكون بهذا ولله الحمد مصلي للصلاوات الخمس في أوقاتها وهذه نعمة من نعم الله هذه سميه العلماء الجمع الصوري بارك الله فيك أم فيصل تقول أمي نذرت إذا مات شخص أن تصوم ثلاث أيام فقيل لهذا النذر معصية فلم توفي بالنذر عفوا ولم تصم حتى توفيت رحم الله ماذا عليها أم فيصل والله هذا من النذر العجيب والغريب الأصل أن الإنسان ما ينذر النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن النذر نهى عن النذر وجرت عادة الناس أنهم ينذرون في الأشياء الطيبة لكن تقول يا ربي إن مات فلان بصوم ثلاث أيام والله هذا من النذر العجيب عموما مدام أنها توفيت ولم تفي بنذرها والرجل حي ما زال عايش ما عليها شيء ولله الحمد والمن إذا توفيت الوالدة قبل ما يموت هذا الإنسان اللي نذرت أنها تصوم ثلاث أيام أما إذا مات هذا الرجل قبلها فهذا خلاف بين العلماء هل مثل هذا النذر يوفى به أم لا هل مثل هذا النذر يوفى به أم لا فمن أهل العلم من يقول نعم ولكن ينتقل إلى كفارة لأنه نذر معصية خاصة إذا كان من ذوي الأرحام مثلا هذا يكون نذر معصية فينتقل إلى إطعام عشرة مساكن أما إذا كان لأ ظالم رجل من الظلمة من المجرمين تقول يا رب إن أهلكته سأصومت لك ثلاث أيام نعم هذا نذر طاعة هذا نذر طاعة تصوم إذا ما صامت الوالدة ومات قبلها يعني الله عز وجل أماته قبل ما تموت الوالدة تصومون عنها ثلاث أيام بارك الله فيك أم شيخة من دبي تقول ما جزاء من يهين زوجته و يضربها من أجل زوجة الثانية و يفرق بيني و بينها أم شيخة بارك الله فيك الجواب له و ليس لك لأن هذا ظلم و حرام فلا يجوز للزوج أن يفرق بين زوجته و الواجب عليه أن يعدل بينهما و لا يجوز له أن يعتدي على زوجته بالضرب أو بالسب أو بالشتم أو باللعن أو بالتقبيح هذا كله محرم و لذلك سئل النبي عليه الصلاة و السلام ما حق زوجة أحدنا عليه قال أن يطعمها إذا طعم و أن يكسوها إذا اكتسى و أن لا يضرب الوجه و لا يقبح و لا يهجر إلا في البيت و قد قال النبي عليه الصلاة و السلام من كانت له زوجتان فما إلى إحداهما جاء يوم القيامة و أحد شقيه مائل و العياذ بالله لأنه ظالم الظلم هو الميل و لذلك يوم القيامة يأتي مائل يفضحه الله عز وجل على رؤوس الأشهاد فأنت يا أخت الفاضلة ذكري بالله خوفي بالله قول اتق الله يا رجل ما يجوز لا يجوز لك أن تضرب و لا أن تظلم و لا يجوز لك أن تفرق بيني و بين زوجتك الأخرى الواجب عليك العدل فالله جل وعلا قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى و ثلاثة و ربع فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة أنت الآن مدام غير قادر على العدل ليش تتزوج مثلا ثاني فمدام أنك تزوجت واجب عليك أن تعدل و الواجب على الزوج أن إذا حصل بين الظرتين مشكلة أن يصلح ما يروح يميل معه وحدة تجاه الأخرى فذكري بالله و خوفي بالله و اصبري عليه اصبري عليه و قولي له بل الله عز وجل سيسألك عن هذا العمل يوم القيامة فعليه أن يتق الله و أن يخاف الله و أن يبتعد عن الظلم أم عبد الله من اليمن تقول يا شيخ زوجي مقترب لخمس سنوات ما يسأل علي ولا على عياذة ماذا أعمل أطلب الطلاق أنا دائما أدعي له ادعي له بالهداية ماذا أفعل أم عبد الله بارك الله فيك و رضي الله عنك بالنسبة للإنسان إذا سافر لا يجوز له أن يبقى بعيدا عن أهله أكثر من ستة أشهر إلا إذا رضيت الزوج إذا رضيت الزوج يجوز أما إذا قالت لا فلا يجوز له أن يغيب أكثر من ستة أشهر و ذلك لفتوى الصحابة رضي الله تعالى عنهم و أرضاهم و يعني الزوج الذي يسافر و لا يسأل عن زوجته و لا عن أولاده هذا رجل ما تقلبه نسأل الله العافية و السلام هذا ما لا قلب نعوذ بالله كيف زوج الآن يترك زوجته و عياله و يسافر يتغرب علشان يكسب الرزق و ما يتواصل معهم خاصة مع توفر وسائل التواصل الآن من خلال هذه التقنات و الأجهزة و وسائل التواصل الاجتماعي اللي قربت البعيد صوتا و صورة و كتابة هذا قلبه ميت نسأل الله أن يهديه و لذلك اختل فاضل أصبري عليه و راسليه و يتق الله فينا يعني أولادك و أنا زوجتك ما يجوز الدنيا هذه لا تغني عن الآخرة الدنيا هذه مهما اجتهد الإنسان في تحصيلها فلن يصل إلى ما يريد و سينقطع عن الدنيا و تنقطع عنه و لذلك ذكري بالله خوفي بالله إذا قلت والله أنا متضررة و وصلت في حال لا أستطيع الصبر و أخاف على نفسي لك الحق الكامل أنك تطربين الطلاق لكن أنا ما أنصحك صبري عليه صبري عليه بارك الله فيك و لعل الله عز وجل يجعل إن شاء الله الفرج قريب بكثرة دعائك و قولي لعيالك يدعو له أن الله يهديه و يصلحه و أنه يرجع إليكم سالم الأخت سارة من العراق بارك الله فيها تقول كنت صايمة و قبل الأذان بخمس دقائق والدتي قومتني من النوم و كنت نائمة قالت لي قومي أذن مع العلم ما كان مأذن تقول بعدين يعني لما شربت الماء قالت لي أمي لا لسه بعد ما أذن هل صيامي صحيح يا سارة بارك الله فيك واضح بأن واضح بأنك تساهلتي الوالدة لما عيقظتك أرادت منك أن تقوم استعدادا للإفطار و أنت استعجلتي و شربتي فما تأكدتي و لا تثبتتي فأعيدي هذا اليوم إن كان فرضا أما إذا كان نافلة ما عليك شيء و لله الحمد و المن أم سعود من السعودية تقول ما حكم الوضوء بالحنة الذي يوضع على الشعر إذا كان مضاف إليه إضافات مثل الغجر و القرنفل و القهوى و الشاي و غير ذلك هل تجوز الصلافية الجواب نعم يجوز الصلاة و المرأة واضعة على رأسي حنة مشتمل على مثل هذه الأشياء اللي ذكرتيها و بالنسبة للوضوء بارك الله فيك تمسحين أعلى الرأس تمسحين أعلى الرأس بارك الله فيك و إذا مثلا توضيتي قبل و بعدين حطيت الحنة و حطيتي يعني الشال مثلا من فوق يجوزك تمسحين على الحجاب من فوق أو الشال أو مثلا الغطى اللي على الرأس يجوز تمسحين عليه في القول الراجح من أقوال أهلي العلم أما إذا كنت كاشفه لشعر الرأس لا لازم تمسحين و يجوز الصلاة فيه بارك الله فيك أبو أحمد من السعودي يسأل عن كفارة الجماعة يقول أنا ما أستطيع الصيام ولا في رقبة كيف أطعم ستين مسكينا أوزعها أم أعزمهم عندي في البيت أبو أحمد بارك الله فيك إذا عجزت عن طبعا ما في عتق رقاب الآن و تقول الله أنا عاجز عن الصيام و الله عز وجل هو الذي يدري عنك تقول الله ما أقدر تنتقل إلى طعام ستين مسكينا و تطعم طال عمرك ستين مسكين لابد من ستين مسكينا بحيث توفر لهم شيء يشبع رجل بالغ مثل وجبة الغداء وجبة غداء كامل إما تجمعهم عندك في البيت أو مثلا في المطعم أو توزع عليهم الوجبات هذه بارك الله فيك أم محمد من رأس الخيمة تقول أنا يعني لما سمعتك تكلمت عن لعبة الببجي تقول في لعبة أيضا ثانية مزرعة يعني الواحد يزرع و ينسج ملابس و يصنع عصائر بس من ضمن آلات التصنيع في آلة لصنع الخمر هل تكون محرمة؟ الجواب نعم الجواب نعم مدام أن فيها مصنع خمر و بهذه اللعبة تصنعون الخمر لا شك بأنها محرمة و هذه من البلاية من هذه الألعاب التي غزت الناس نسأل الله العافية و السلامة فتنبهوا لأنفسكم تنبهوا لعيالكم اتقوا الله في أنفسكم و في أولادكم ربوهم التربية الصالحة الطيبة لاحظوا فتشوا عن هذه الألعاب لعبة ظهرت من قريب الولد لا بد يفعل طقوس وثنية و شركية و العياذ بالله قادحة في الإيمان و في العقيدة الآن الأخت تقول لنا بأن هناك لعبة أيضا من جملة الألعاب أنك تدخل على مصنع الخمر و تصنع الخمر لا حول ولا قوة إلا بالله اتقوا الله و خافوا الله عز وجل في أنفسكم و في أولادكم و على كل ابن مسلم أن يتق الله و أن يخاف الله ما في داعي أنك تسأل هذا من الأمور المعلومة من دي الإسلام بالضرورة هذه أمور محرمة يعني أي ولد الآن يعني لازم تأخذ فتوى حتى والله تترك هذه اللعبة أي لعبة عندك الآن و ظهرت صورة إمرأة عارية هذه ما تحتاج فتوى الله يرضى عليك و يرضى عليك يا بنتي الآن لعبة ظهر فيها السجود لغير الله سجود الأصنام مثلا ما يحتاج أني والله لازم ما أتركها إلا أستفتي هذا أمر متقرر عندنا أهل الإسلام مسألة أخرى ما يتعلق باللي ذكرتها الأخت الآن مصنع خمر نفس الشيء فهناك مثل ما ذكرت أنا قبل قليل هناك ألعاب جميلة علمية ثقافية تضيف إلينا إضافات كثيرة ليش ما نلجأ لها إذا كانوا الله راغبين نلعب لماذا نلجأ إلى مثل هذه الألعاب المحرمة فعلى المسلم أن يتق الله و أن يخاف الله و على الوالدين أيضا أن يراقبوا أولادهم و أن يختاروا لهم الألعاب و أن لا يتركوا لهم الحبل على الغارب هكذا كثير من الأولاد حصل عند انحراف بسبب هذا التساهر و التهاون اللهم فاشهد اتقوا الله في أولادكم أسأل الله تعالى أن يحفظنا و إياكم و أن يحفظ أولادنا أولاد المسلمين سميرة من الجزائر طبعا سميرة سؤالك الأول حقيقة ما فهمت فيما يتعلق بقضية أرباح الشركة و كذا ممكن تعدينه مرة ثانية لكن سؤالك الثاني هل يجوز صيام مثلا يوم عرفة أو أي يوم آخر من السنة للمرأة التي لم تقضي بعد أيام رمضان أخت الفاضلة نعم هو الأصل الجواز لكن إذا كان عند المرأة استعداد أن تصوم فالفرض أولى تصوم القضاء مدام عندها استعداد بدل ما تروح تصوم النوافل و تهتم بالنوافل و تترك الواجب و أنا كررت الجواب على هذه المسألة كثيرا و أكيد أنت تتابعين فلذلك أختي الله يرضى عليك و بارك الله فيك اهتم بالفرض اقضي و الحمد لله تستطعين بعد ذلك تصومين عرفة و تصومين يوم عاشورة لكن لو حصل ما عليك شيء ولله الحمد و المن أم داود من المغرب تقول هل يجوز أن أعطي الزكاة لأخت التي تعيش مع أمي و أبي الذي يصرف من معاش قليل للأكل و الشرب و حاجياتها الضرورية و أختي عليها ديون كثيرة و عندها مشروع صغير لا يسدد إلا الإيجار هل يجوز نعم نعم يا أم داود يجوز لك أن تعطي أختك من زكاة مالك بهذا المدام وصفتي حالتها نعم مثل هذه الحالة يجوز أن تعطيها من زكاة مالك إبراهيم البلوشي من عمان يقول ما حكم تلقين الميت بعد دفنه بقول يا فلان ابن فلان أذكر ما كنت عليه في الدنيا من شهادة أن لا إله إلا الله إلى آخر إبراهيم بارك الله فيك مثل هذه القضايا لا بد فيها من نص قال الله قال رسوله فليس عندنا في القرآن و لا في السنة أن الميت يلقن حينما يوضع في القبر بمثل هذه الصيغة ما عندنا شيء و لم يفعل هذا النبي عليه الصلاة و السلام و لم يفعل هذا الصحابة لا تلقيا من النبي عليه الصلاة و السلام و لا فهما من حالته أبدا أبدا و إنما كان الذي يفعل أنهم يساعدون في دفن الميت حتى إذا دفن يقفون عند قبر يستغفرون الله له يقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه هذا والثابت هذا والثابت أما يأتي شخص و ينزل و يحل أربطة الكفن و يقول يا فلان اذكر كذا و افعل كذا و قل كذا هذا غلط هذه بدعة من البدع هذه مخالفة من المخالفات يجب على الناس في مسائل العبادات أن لا يزيدوا في دين الله شيء و أن يتبعوا النبي عليه الصلاة و السلام النبي عليه الصلاة و السلام أخبر بأن هذا الملائكة هي التي تسأله ما هو الإنسان يأتي و يلقنه كيف يتلقنها الآن و هل الآن هذا الرجل إذا كان منافقا ينفعه مثل هذا التلقين هل ينفعه يعني الآن رجل مات و العياذ بالله على النفاق و أن تقول يا فلان إذا جاءك الملكان يسألانك كذا فقل كذا يعني أنت كأنك تقول بأن هذا لم يكن على هذا العقيدة ما كان على هذه العقيدة فما في داعي لمثل هذه المخالفات و المحدثات و هذا هدي النبي عليه الصلاة و السلام ما ثبت أن النبي عليه الصلاة و سلم قال لقنوا الميت بمثل هذا الطريق أبدا أبدا و ما قال عليه الصلاة و السلام يعني انزلوا في قبري و قلوا له إذا قال لك الملكان و هل هذا نافع إذا كان الإنسان على خلاف ذلك و لذلك هدي النبي عليه الصلاة و سلم أكمل الهدي و أحسن الهدي و أفضل الهدي فعلينا بالاتباع و الحذر من الابتداء أبو عمر من مصر أبو عمر يقول أنا يقول أخبرني أحد أصدقاء العائلة الموثوق فيهم و كان كبير في السن بأنه زوج أخته و بأن زوج أخته يعمل في أحد المقاهي و يعامل أخته معاملة سيئة جدا بسبب يسبها بألفاظ مشينة و جارحة لها و الأهلها و طلب مني أني أشهد بذلك حتى يتم الطلاق لأن لا تريد الاستمرار معه و كنت أنا في ذلك الوقت طالب بالجامع عام 1978 و شهدت معه لذلك و علمت بعد ذلك من أحد العلماء أن الشهادة لابد بالمشاهدة و ليس بالسماع بمعنى أني كنت أجهل الحكم هل هذا يدخل ضمن الذين يعملون السوء بجهالة و وعد الله تعالى بأن يغفر أبا عمر بارك الله فيك سؤالك طبعا طويل و قصتك طويلة فهمت موضوعها طبعا ما كان ينبغي لك و لا يجوز لك أن تشهد على شيء مجرد سماع مجرد سماع بل كان الواجب حتى على القاضي أو المصرح الأسري أنه لابد أن يستفسر منك و يستفصل هل أنت سمعت أو رأيت عموما ما دام أن المسألة ما دام أن المرأة راغبة في الطلاق أصلا و لا تريد هذا الزوج فهذه المسألة أهون الخطورة وين إذا ترتب على هذا يعني في مساء الدماء و قضايا مالية و قضايا أعراض تنتبه لمثل هذا الحمد لله يعني ما دام أن المسألة يعني في زمن بعيد جدا فتستغفر الله و كذا و أنت لم تتسبب في التفريق لماذا لأنه ليس من قبلك و ليس من جهتك و إنما المرأة هي لا تريد هذا الزوج هي المرأة لا تريد هذا الزوج إلا إذا كان هذا الرجل أخو البنت يكذب فإذا كان فعلا كاذبا و المرأة أنت ما سمعت منها و لا حضرت مثلا هذه فعلا تدخل في الإثم و الخطيئة عموما تستغفر الله و تكثر من قول أستغفر الله و أتوب إليه و تعلم الناس اللي حولك بأنهم لا يشهدون إلا بما يشاهدون إلا بما يشاهدون و يحضرون على مثل هذا فاشهد و إلا فدع كما كان النبي عليه الصلاة و السلام يقول لأصحابه أمل من الأردن تقول بالنسبة لعدد أذكار التي بعد الصلاة هل يجوز أقول سبحان الله عشر مرات و الحمد لله عشر مرات إذا كنا مستعجلين لفظا يعني هيك من دون عدد تقول يجوز يا أمل بارك الله فيك يجوز مثلا لأن هذه أحد الصيغ الثابتة عن النبي عليه الصلاة و السلام سبحان الله عشر مرات الحمد لله عشر مرات لا إله إلا عفوا الله أكبر عشر مرات هذه من أحد الصيغ في صيغة ثانية خمسة و عشرين سبحان الله خمسة و عشرين الحمد لله خمسة و عشرين لا إله إلا الله خمسة و عشرين الله أكبر خمسة و عشرين و الصيغة المعروفة عند الناس 33 33 33 وتمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير في صيغة أخرى سبحان الله 33 الحمد لله 33 الله أكبر 34 الله أكبر 34 تقول أنا مستعجل ما في بأس حتى لو قمت وسبحت وانت ماشى عشر مرات طيب ما في بأس بارك الله فيك ريحانة من فرنسا تقول زوجها مريض يشرب دواء ويعالج عند معالج نفسه لكن دون جدوى لأنه مرضه ليس نفسه بل سحر لأنه ذهب عند الرقات وقالوا لسحر يرى في الأحلام أناس وثعابين ويسمع صوات إلى غير ذلك يعني تريد تقول قالوا بأنه جابوا لشخص يقرأ الرقية لكن تقول الأخاف يكون مشعوذ ما أدري بماذا تنصحني يا ريحانة بارك الله فيك بالنسبة لزوجك إذا قال الأطب بأنه سليم من الناحية النفسية والعقلية وشيء من هذا القبيل وأكدت هذا الفحوصات مثلا والتحاليل والاختبارات الطبية الأخرى وتقولين بأن الوضع غير غريب ممكن يكون قد يكون عين قد يكون سحر ويعرض على راقي شرعي بعيدا عن هؤلاء المشعوذين بعيدا عن هؤلاء الدجالين وأهم شيء هو يرقي نفسه هو يقرأ مثلا سورة الفاتحة يقرأ القواقل الثلاثة يقرأ آية الكرسي يعتني وخاصة يختار الأوقات التي هي مظنة إجابة الدعاء يختار الأوقات التي هي مظنة إجابة الدعاء ويكثر من التعلق بالله وأنت ترقينه وإذا وجد راقي شرعي على المنهاج على السنة وعلى الاعتدال ممكن أن يرشد لطريقة معينة بإذن الله يستفيد منها وهذا بلى هذا من جملة الإبتلاءات يصبر ويحتسب الأجر عند الله والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا أحب الله عبدا ابتله أم دعاء من أمريكا تقول بأنها نسيت وهي صائمة فتذوقت من الأكل في نهار رمضان هل تقضي هذا اليوم؟ يا أم دعاء بارك الله فيك إذا كان ذقت الطعام مجرد ذوق فقط تذوق فقط وليس بلع لا ما عليك شيء ما عليك شيء صومك صحيح ولله الحمد يعني ذقته فلفضته أما إذا ذقته فبلعتيه تقضين و الذي فهمت منك أنك فقط ذقته ما عليك شيء ولله الحمد و المنه أم عبد الله من تركيا تقول عند الأذى متى نقول رضيت بالله ربا و بمحمد النبي أختي أم عبد الله بارك الله فيك بعدما ينتهي المؤذن من الشهادتين يقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله تقولين أنت وأنا أشهد ثم تقولين رضيت بالله ربا و بالإسلام دينا و بمحمد صلى الله عليه و آله وسلم نبيا هذا قبل ما يقول المؤذن حي على الصلاة هذا هو وقت قول رضيت بالله ربا و بالإسلام دينا و هذا في الراجح من أقوال أهل العلم لأن المسألة فيها كلام لكن الراجح أنك تقولين رضيت بالله ربا بعد الشهادتين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا أنت ما ذكرت الإسلام هنا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه و آله و سلم نبيا أمت الله من مصر تقول بأن والدها كان متابع للبرنامج يوميا و لله الحمد إلى أن توفاه الله في 22 رمضان تريد الدعاء أسأل الله تعالى أن يغفر لوالدك أسأل الله تعالى أن يجعله في جنات النعيم ذكرت بأن والدها كان عليه مبلغ من المال بالدولار في تجارة عام 2003 تقول قام برد جزء من المبلغ على فترات و نظرا لتغير سعر العملة في مصر بسبب تعويم العملة ارتفع ثلاث أضعاف تقول كان هناك خلاف بين الوالد و بين قريبة اللي عليه المبلغ المتبقي السؤال طبعا طويل اللي شرحت الأخت أمت الله تقول الآن ماذا نفعل بمثل هذه الصورة أخت أمت الله أخبروا قريبكم هذا بأنه ليس له إلا مثل ما حصل من القرض يعني مثل ما حصل من القرض هو في تجارة عفوا هو في تجارة ما له إلا هذا بسعر العملة الحالية و لو كان على أبيك مبلغ و ارتفعت العملة فليس له إلا المثل ليس على والدك أو ليس لوالدك إلا المثل أيضا يعني أفترض الآن بين والدك و قريبة مثلا تجارة منه ألف دولار ألف دولار مثلا الألف دولار هذه أفترض أنا افتراض بأن العملة المصرية ارتفعت بحيث أنها صارت أكثر من الألف دولار أفترض على والدك ألف دولار لا بد أن يدفع على الدولار و ذاك يقبل و لو أنها نزلت العملة بحيث أنها لا تساوي لا تساوي شيء أيضا ألف دولار ما في إلا المثل لا بد من رجوع إلى المثل ما يرجع إلى القيمة فأخبري قريبكم هذا قولوا ليتق الله هذا هو قول جماهير أهل العلم هذا هو قول جماهير أهل العلم على أنه يدفع المثل و ليس القيمة المثل و ليس القيمة تقولي والله أنا أبغى أبري ذمة الوالد أبغى أن أنهي المشكلة أبغى هذا الشخص يدعو للوالد بدمنا كذا و عندك قدرة يعني أعطيه أعطيه من باب تصدق عليه تكون متصدقة عليه أما تقولي والله لا ما عندي ما عندي إلا هذا المبلغ ليس له إلا هذا بارك الله فيك أم يعقوب من استراليا تقول سمعت أحد العلماء يقول بأنه يجوز قراءة القرآن أو التسبيحات و إهداء ثوابها للميت هل هذا الصحيح؟ أخت الفاضلة هذا كلام موجود موجود و مسألة خلافية و أنا دائما ننبع على هذا أنه ما فيها إجماع ما فيها إجماع لكن الراجح بأنه ما يهدى ثواب القراءة للميت هذا هو الراجح لأن النفس المسلم ما فعل ذلك و الصحابة ما فعلوا ذلك و وجد أموات في عهد النفس المسلم من أقاربه و أصحابه و سئل النبي عليه الصلاة و ما دل على مثل هذا إنه ما دل على الدعاء و على الصدقة فلذلك الراجح بأنه ما يفعل هذا بارك الله فيك أمت الله من العراق تقول هل يجوز قراءة القرآن من المصحف و أنا مشغل التلفاز على إذاعة القرآن يعني أسمع من التلفاز و أقرأ القرآن أمت الله بارك الله فيك إذا كان قصدك أنك تقرأين وراء التلفاز اللي فيه يعني يذيعون القرآن من باب مثلا يعني التعلم من باب معرفة مخارج الحروف و كذا طيب ما في بأس ما في بأس من البأس من الإذاعة من المسجل أما تقولي لا هو يقرأ و أستمع إليه و أنا أقرأ لوحدي لا ما يصرح ما يصرح كيف ما يجتمع و إذا قرأ القرآن فاستمعوا له و أنصته لعلكم و لذلك ما يمكن أن ما جعل الله لمرئ من قلبيني في جوفي ما جعل الله لمرئ من قلبيني في جوفي ما يكون تركزين فإما أن تستمع إلى القراءة من التلفاز استماع عبادة و تدين أو تغلقينه و تخفضين الصوت و تقرأين من المصحف اللي عندك زهرة من السعودية تقول بالنسبة للشعر المتصاقط تقول نحن نضعه في سلة النفايات أكرمكم الله لكن قالوا لنا بأنه مع الأيام يتحول للسحر و يؤذينا هل هذا صحيح؟ لا هذا باطل و غير صحيح الشعر بنفسه ما يتحول إلى سحر هم بعض العلماء يقولون يمكن للسحر يستخدمونه يعني إذا وقع بأيدي سحر ممكن يستخدمونه هذا اللي ذكره الأظافر و الشعر و لذلك قالوا الأفضل دفنها و لكذا لكن ما في شيء لو وضعتيه في سلة النفايات و لو وضعتيه في الصرف الصحي مثلا قالوا هذا ما في بأس لأن هذا شيء زال عن الإنسان هو غير محترم يعني ما لقيمة و لذلك لو وضعتيه في أكرمكم الله في الزبالة و إلا في سلة النفايات و إلا مع الصرف الصحي ما في بأس و لله الحمد أم حسن من العراق تقول هل يجوز السجود للتلاوة بدون حجاب و إلى غير القبلة أختي أم حسن نعم يجوز على قول من يذهب بأن سجدة التلاوة ليست بصلاة و هذا الذي يظهر أنه الراجح فيجوز المرأة إذا كانت غير محجبة أو كانت في وضعية ما تستطيع استقبال القبلة و مرت بسجدة التلاوة و أن تسجد على الحال اللي هي عليها أم أم منصف من فرنسا تقول بأن أمرأة متزوجة و عمرها 48 سنة ترغب الحج تقول يعني أريد أن أذهب مع أختي و زوجها مع فرقة أخرى تقول علما بأن أقول لزوجي دائما يعني يذهب إلى الحج تقول أخاف أموت و ما أحججت لكن يقول دائما ليس الآن ليس الآن يعني تشتكي مثل هذا الأمر يا أم منصف بارك الله فيك إذا كان عند زوجك القدرة على أن يحججك و الوقت فطيب طيب و يؤجر على ذلك أما إذا كان ما عنده قدرة و أنت لا تجدين محرم غيره ما تذهبين مع أختك بارك الله فيك و رضي الله عنك فتنبهي لهذا النبي عليه الصلاة و السلام قال لا تسافر المرأة إلا مع مع ذي محرم فتنبهي لهذا و إن شاء الله يكتب الله عز و جل لك أجر هذه النية الطيبة الصالحة و أسأل الله أن يتقبل منها و منك انتهى الوقت إخواني و أخواتي أؤكد على أخواني الذين يرسلون اذكروا الاسم أو الكنية أو البلد اختصروا السؤال سؤال واحد فقط الله يرضى عليكم عندي آلاف الأسئلة ما عندي القدرة أنني أوفي بمثل هذا الكم الكبير من الأسئلة و الله يحفظ الجميع السلام عليكم و رحمة الله و بركاته اشتركوا في القناة